السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة فرنسة افك لوبنا لتعليم الفرنسية من البداية الى الاحتراف حصة اليوم خاصة بالتعليم او التدرب على النطق الصحيح للفرنسية اذا من خلال هذه الحصة سوف نتعرف على او سوف نقوم بتمارين ترويضية لعضلات الفم تساعد على التدريب او تساعد على العلاج النطق بالفرنسية ثم ايضا في اخر الحلقة سوف نتعرف على كلمات صعبة في النطق سوف نتدرب على نطقها اذا نبدأ على بركة الله حتى لا نضيع الوقت قبل ان ابدأ اوصيكم اولا بامور لابد من القيام بها لعلاج النطق وهي اول شيء تأخذون مرآة يعني امامكم حتى ترون حركات الفم لديكم تاني شيء هو الصوت المرتفع لابد عند هذه التمارين من قولها جهرا وليس سرا ثم ايضا اخر شيء هو ان اذا لم تشعرون في اخر التمارين التي سنقوم بها اذا لم تشعرون بألم في جهة الفم يعني عند عضلات الفم هذا يعني انكم لم تنطقوا بشكل جيد لابد في اخر التمارين ان تشعروا بألم بسيط في جهة عضلات الفم بهذه الطريقة يعني تكون قد تمكنتم من القيام بهذه التمارين على الوجه الصحيح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نبدأ على بركة الله اذا حاولوا اول شيء ان تنطقوا كما قلنا هذه المقاطع يعني بطريقة صحيحة سوف اقرأوا ببطء شديد لكي تستفيدوا معي اكثر ثم حاولوا ان تقرأوا بالترتيب الذي ساقرأه كا جان زان غان پا پا غان زان زان كا اذا حاولوا ان تتدربوا على هذه التمارين وفي الاخير سوف تلاحظون ان هناك ألم يعني في عضلات الفم هذا يعني انكم تسيرون على الطريق الصحيح دونك لاحظوا معي كا جا زا غا پا فقط يعني للإشارة هذه التمارين ليست اعتباطية وانما يعني يقومون بها محترفون خاصون بهذا المجال دونك فقط تدربوا على هذه الأمور وسترون بأنفسكم كما قلت لكم من قبل يعني انا ايضا كان لدي مشكل في النطق والحمد لله يعني تغلبت عليه باتباع هذه الطريقة والتدريب عليها باستمرار الى ان انتهيت او يعني تخلصت من هذا المشكل دونك لاحظوا معي كا جا زا غا پا اذا سنحاول ان نسرع قليلا اذا حاولوا ان تسرعوا قليلا وسوف ترون ان الامر سهل جدا الان سوف ننتقل الى مقطع اخر ثم نحاول ان نسرع قليلا يعني كما لو اننا ندرس لغة غريبة عنا اذا سوف نبدأ من الى اول الان كجازا غا پا كوزو غو پو گوزو جو قوزو 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 جو ق إذن كلما أسرعتم أكثر كلما كان ذلك أفضل سوف أضيف مقطع آخر طبعا أنتم بإمكانكم أن تتدربوا أكثر بإيقاف الفيديو وتتدربوا أكثر إذن نعيد ولكن هذه المرة أسرع قليلا إذن سوف نعيد القراءة من البداية نعيد إذن إذا لاحظتم بعض الألم يعني في بعض الألم أقرأ التعليقات يعني هناك التعليقات مضحكة المهم بعض الألم إذا لاحظتم على مستوى عضلات الفم فهذا يعني أنكم تسيرون على الطريق الصحيح نعيد ثم أكثر كلما أفضل ثم ننتقل إلى المقطع الأخير كا جو كيب غو پا كا جو كو كا جو زو غو پا كا جو زو غو پا كا جو زو غو پا نعيد نعيد يعني بمهل حتى لا كما قال أحدكم نخربق كا جو زي غو پا پا غو زي جو كا كا جو زي غو پا پا غو زي جو كا كا جو زي غو پا پا غو زي جو كا أتمنى أن كان أحد يقوم أو يعني قام بكل تعليمات التي ذكرتها من قبل أن يقول لنا إن كان Pain شعراء ببعض الألم على مستوى يعني عضلات الفم أملا كا جا زا غبا كو زو غو پا كو زي غو پا پا غو زي جو كا پا غو زي جو كا پا غو زي جو كا پا غزا جا كا جزا غبا كو زو جو по كو زي غو muit كا جو زي گو پا كا جو زي جو پا إذن حتى لا تكون الحصة طويلة هذه الأمور عليكم أن تقوموا بها على الأقل 20 دقيقة لذلك من الأفضل بعد إنهاء البت يعني أن توقفوا الفيديو ثم تتدربون على هذه الأمور طبعا أمام المرآة وبصوت مرتفع ثم تعيدون ذلك مرارا وتكرارا الآن سوف نرى بعض الكلمات التي يصعب نطقها إذن سوف نتعرف على معنها ثم ننطقها بشكل الصحيح لاحظوا معي إذن الأخطاء التي تقعوا هنا هو أن الأغلبية يقرؤها وهذا خطأ لأن هنا لا نقوم بالليازون يعني لا نقوم بالربط إذن لا نقوم بالربط لذلك نقرأ un handicap وليس un handicap أيضا لماذا؟ أيضا لماذا؟ يعني لماذا لا نقوم بالربط؟ لأن H هنا طبعا H في الفرنسية لا تنطق نهائيا سواء كانت أول كلمة أو وسط الكلمة أو آخر الكلمة إلا أن H في الفرنسية نفرق بين نوعين النوع الأول يسمى H mué والنوع الثاني يسمى H aspiré طبعا تجدون شرح هذا الدرس في القناة يعني الفرق بين H mué و H aspiré بالنسبة عندما تكون H aspiré لا نقوم بالليازون لذلك هنا H aspiré لذلك لا نقوم بالليازون ونقرأ un handicap وليس un handicap أيضا شيء آخر يمكن أن يتساءل أحدكم يقول أن P في الأخير ليست ضمن حروف فركل التي قلنا عليها ومع ذلك نطقناها آخر الكلمة إذن لماذا P هنا نطقة آخر الكلمة؟ فقط لأن هذه الكلمة أصلها إنجليزي وليس فرنسي إذن un handicap أيضا بالنسبة للنطق هناك من يقرأ وهذا خطأ حتى يعني حتى دول المستوى المتوسط أيضا يقرأون بالليازون وهذا خطأ لا تقرأ بالليازون وإنما نقول دي أنديكابي دي أنديكابي الفرق بين ما معنى un handicap ودي أنديكابي عندما نقول un handicap هنا نقصد بها الإعاقة هنا كمان يخلط في المعنى بين un handicap وun handicap إذن الفرق بينهما هو un handicap الإعاقة أما عندكابي فهوى أشخص المعاق دي سابقت إذن هذا هو الفرق بين الكل publicity دي انديكابي اعاقة un handicap دي انديكابي الش비 أو الأشخاص المعاقون دي انديكابي دي كالما أخرى إنه أكس اشتركوا في القناة خرجة يعني مثلا نزها مثلا إلى مكان يعني نقول نزها خريجة بالدريجة المغربية نقول خريجة donc نزها une excursion une excursion une excursion ثم لابيانفزانس 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 إذن هنا لاحظو اي لا تنتقو اي لأن الأغلبية يقراوها لابيانفزانس ولكن لا تنتقو لابيانفزانس وإنما لابيانفزانس هنا اي تنتقو مثل ا تنتقو مثل ا لابيانفزانس لابيانفزانس يعني يعني الإحسان أو يعني أعمال الخير الخير يعني خيرية أعمال مثلا خيرية دنك لابيانفزانس لابيانفزانس آخر كلمة هي لَيْا نعم راشيد شرحها يعني الشمس لاحظوا بالنسبة للنطق نقول في الأخير بالنسبة لإن شاء الله حصة تدرب على النطق ستكون رسمية مرة يعني في الأسبوع يوم الأحد إذن دائما كل يوم أحد إن شاء الله سوف نقوم بحصة تدربية على النطق بالفرنسية نتعرف فيها على كلمات تكون صعبة في النطق نتعرف فيها على كلمات جديدة يعني على معاني الكلمات ثم أيضا نتعرف على نطقها الصحيح ونقوم بتمارين ترويدية لعضلات الفم التي تساعد على علاج النطق إذن أقرأ هذه الكلمات آخر مرة لعضلات الفم لا تنسوني من صالح الدعاء وإلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى